اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نغص عليك أحسن الغصاص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الخافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تغصص رؤياك على إخوتك فيكروا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك علم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عسبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف أغضرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في خيابة الجب يلتقضه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا خدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه خافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عسبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في خيابة الحب وأوحينا إليه لا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوه قال يا بشرى هذا خلام واسروه بضوعة والله عليم بما يعملون وشروه بزمن بخش دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله خالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة